السلام عليكم معكم دكتورة وفا ألم اختصاصية في تشخيص وعلاج الأورام والسرطانات واختصاصية في التغذية اليوم مع سحتك مع فنانة سنهضر على مريض السرطان والصيام أولا نفرز بين الصيام رمضان وبين الصيام المتداول في المواقع الاجتماعية أو في المجلات الصحية ما هو؟ الصيام ديالنضر رمضان هو كنصوم بياسوق بين المغرب حتى اللاشا دكار تحت المغرب بما نصوم بين الصحور حتى المغرب ناكار وما كان ناكله ولو ما كان شربه ولو بخلاف الصيام المتقطع اللي هو شن هو؟ الصيام المتقطع هو وكان نصوم بحال ده بطناش لساعة أو لستاش لساعة أو لاتمنتاش لساعة وكان نفطر سوائع الأخرين ولكن في هذه الفترة ديالنضر صيام كيكون عندي الحق أنه نشرب سوائل سوائل كاملة ما هي؟ هي الماء هي الإتزان هي اللويزة هي الكامومي هي القهوة دونك ماشي عندي نقص في الكالوريات كان شربه بزاف ديالنضر صيام صيام المتقطع بينات الدراسات العالمية بأنه يقدر يدير لنا الوقاية من بعد السرطانات هذه اللولة ثاني حاجة بينات بأنه يقدر يعنى لتحمل أفضل الأعراض الجانبية لبعض الإلاجات هذه الحاجة اللي مزيانة ثالثة حاجة هي أنه يقدر يدير لنا الوقاية من الغيسي ديفياني رجوع المرض هذا صيام متقطع ثم نرجع لنا الصيام رمضان المرض لنا كي يصوم المرض يدير لحالات وإما يدير لعلاج وإما لا يدير لعلاج المرض الذي يكمل لعلاجه بعد استشارة الطبيب المعالجه لأنه يعرف حالته وعرف الملف الطبي وعرف صحه ويقدر يقوم بإستخدامه أو يقدر يصوم بعد العلاج الهرموني نقول للمرضى يمكنك تصوم نحن نذهب إلى مريض لا يوجد مرض القلب لا يوجد أمراض أخرى التي تمنعه من الصيام الآن المرض الذي يأخذ مثلا لإلاج الكيموي أو الأشعة هل هذا يمكنك تصوم؟ لا لأنه يجب الكثير من المرضى لأنه يجب أن تصوموا لأنه يجب أن تأكلوا لأن الماكلة لا تكون مزيدة لأنه لا تدوقوا لأنه يجب ترويع الاولاد ليست أو تنتقيه لهذا PVC يجب كل من المرضى الذي يجب أن تصوموا لأنهم يستمروا بهم وإذا entre Being لأنه لا يجب أن تصوم إذا كان لطبيب معالج لا يمكن أن تصوم يجب أن تنفذ هذا الشيء لأنه صالح لأنه لا يكون لدينا نقص في المناعة ونقص في القدرة على تحمل العلاج رمضان ومريض السرطان إذا كانت أثناء العلاج من الأفضل بعد استشارة الطبيب لا يصوم إذا كملنا العلاج في طور المراقبة يمكن أن يصوم إذا لم يكن أخرى الآن المريض سوف يصوم سوف يصوم ما سوف يصوم؟ هذا المريض سوف يصوم بين الإفطار والصحور يجب أن يشرب لنا كمية كافية الماء السوائل بين الإفطار والصحور ما هي السوائل؟ يمكن أن يعود بعض الكيسان لكي يصوم لا يوجد أي مشكلة يجب أن يتفاد جميع المقليات والسكريات لأنه لا يوجد صالحنا هذه المدة الوجهزة يجب أن يفضل الماء يجب أن يفضل الماء يجب أن يفضل الماء بلد ويجب أن يكون أينين وشحفانين ويجب أن يكون تشنجات في الجهاز الهضمي لذلك نحن نقص المدفي وماءة وماءة وخمسة دقائق من بعد نحن نأخذ شربة وحريرة وصلاة نحن 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 نصلي أو نصلي أو نرتاح ونقلس من بعد المرحلة الثالثة سوف نأخذ الوجبة الأساسية سوف تكون صحن الخضر شليظة أو خضرة مفورة أو الطاجين كما نطيبه ونأخذ 100 جرام البروتينات ونشوية خوز وصرع هذا نستطيع أن نضعه لدينا الحق أن نضع هذا الوجبة لكي نضعه ووجبة خفيفة التي ستكون إما كوز لدينا فواكه جافة أو صلي مثلا أخذنا الصحور وهي واجبة مهمة وما لا يجب ان نحن نحن السهل خدنا نشرب فيها دقائق التي تستطيعیزها خياره للبانانة وخيار البانانة وكي تكون نزونا وشخفة في مستوى الحصول إذا كان مريض السرطان تيجيل Democratic والنظام الغذائي اللي خاص يكون عندنا في رمضان. كنتوا مع صحتك مع فنانة. شكراً.